مساء الخير على حضراتكم أهلا بحضراتكم مرة تانية من ثمام حضراتكم من سؤال التحليل تليجراف مصر تفاصيل نتيجة السنوية العامة كل المصريين وأولياء أمور أكتر من 600 ألف طالب عقد ليهم امتحان السنوية العامة خلال الفترة الماضية السنوية العامة كل الناس بتبحث عنها دلوقتي النتيجة إمتى؟ هتطلع إزاي؟ هنبحث عنها فين؟ لكن لازم تتابع تليجراف مصر لأنه خلال الساعات اللي جاية هيكون عندنا النتيجة الأوائل كل تفاصيل السنوية العامة لذلك إحنا طلعين مع حضراتكم دلوقتي حتى نطعمل حضراتكم على أخبار نتيجة السنوية العامة وأول خبر موجودين مع حضراتكم فيه أنه نتيجة كاملة الآن أمام مكتب الوزير وعلى مكتبه في انتظار فقط الإمضاء ثم الاتصال هاتفيا بأوائل الطلاب هل ده معناه أنه تليجراف مصر تتأكد على حضراتكم دلوقتي أنه الأوائل ربما يتم يعني إخبارهم أنهم أوائل السنوية العامة سواء من البنات أو من البنين خلال هذه الساعات لا أقول لحضراتكم أنه خلال دقايق قد أثناء هذا اللايف كمان نقدر يطلع بيان رسمي من وزارة التربية والتعليم بتقول أنه أهلا بكم في نتيجة السنوية العامة وهيتم كمان استدعاء وإخبار كل الحاصلين على النتائج النهائية في هذا الامتحاد خلينا أقول لحضراتكم كمان أنه السنوية العامة تغيرت شكلها ومخاوفها خلال السنوات الماضية خصوصا بعد انتهاء فكرة المية في المية وتسعة وتسعين في المية ولازم عشان أدخل كلية قمة يبقى عندي خمسة وتسعين وخمسة وتمانين في المية الكلام ده طبعا انتهى من حوالي سنتين تلاتة وبدأ الموضوع يختلف لأنه كل اللي جاي بدرجات كويسة ودرجات كمان القبول للجامعات قلت بالنسبة كبيرة لدرجة أنه ممكن تدخل طب بخمسة وتمانين في المية بعد ما كانت تسعة وتسعين ونص وحاجات كامل عشرة تفاصيل مهمة بقى نعرفها حول نتيجة السنوية العامة امتى تظهر تحديدا تقريبا عندنا النسب المئوية قد ايه من هم الأوائل ايه هو مؤتمر الصحف اللي هيتم انعقاده صباح باكر ان شاء الله من قبل وزير التربية والتعليم اللي هيقول لنا فيه تفاصيل جديدة كل هذه الأسئلة هيرد علينا فيها المسؤولة عن قطاع التعليم في تليجراف مصر زملتنا إمان فكر مساء الخير يا إمان مساء النون يا تامر ازايك عمل ليه؟ اهلا بيك منورة دونيا دايما وليلي امان يعني النتيجة تقريبا بعد قد ايه من الوقت والنسب المبدئية للنتيجة بتاعت السنوية العامة تقريبا كم في المية من المجاعة؟ النتيجة دلوقت جاهزة خلاص على مكتب الوزير هيتم اعتمادها خلال دقايق بسيطة خالص ممكن وحنا بنتكلم دلوقتي اصلا يتم اعتمادها تمام المؤتمر بكرة اصلا هيبقى على انه هو هيتم الاعلان التفاصيل بك النهاردة هيتم اعلان نسب النجاح نسبة النجاح العامة اللي احنا اصلا حصلنا عليها الصبح اللي هي وصلت 81% وهتبقى مجرد واحد وكثور جنبها واحد وتمانين في المية تؤكدي ايمان انه تيليجراف مصر حصلت على النسبة المئوية في تيليجراف مصر بنأكد لحضراتكم ان النسبة المئوية لنجاح طلاب مصر في السنواء العامة تخطط الواحد وتمانين في المية ودي تقريبا يأمان اعلى من السنة اللي فاتة بالضبط لأن السنة اللي فاتت كانت 78 و 81 في المية فدي أعلى 3 في المية منها وبرضو ده شيء طبيعي لأن النسب اللي أعلنت عنها الوزارة في تسع مواد كانت فعلا أعلى من السنة اللي فاتت عيدة أقول لك أن نسبة النجاح السنة دي كانت في الأحياء 91 في المية نسبة أن كانت من نفس والاجتماع 92 في المية وفي الاجتماعي 92 في المية وفي الجغرافيا برضو 92 في المية وفي الانجليزي كانت 96 و 25 في المية والتريف 96 و 43 في المية والعربي 96 و 62 في المية فأكتر من المادة ده رقم كبير جدا يا إيمان الأرقام فعلا السنة دي وفيه مقدمة جدت أن النتيجة السنة دي مبشرة جدا وأتخرج كل جيوت المطرين إن شاء الله تكون دائما مبشرة لكل المواطنين وكل أولي الأمور إيمان كنتي كمان انفرضنا في تليجراف مصر أكدنا أن كل ما يتداول عن الأسماء اللي تم نشرها خلال الأيام الماضية والساعات الماضية للأوائل الطلبة هي قائمة غير صحيحة وأيضا كمان الصفحات اللي أعلنت أنها قد قوم بتسريب النتيجة بمقابل مادي طبعا كلها غير صحيحة دي حقيقة كلها أصلا كانت فوائم السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها والوزارة نفست ده ده حقيقة فعلا وإنها كلها تسريبات بس على سن فاطر تخوف الطلبة وإستير زعرهم والكلام ده لها كانت حاجات أزيمة أصلا هل ممكن نتوقع برضو نسب النجاح للبنات ولا للأولاد ولا كالعادل بنات مسيطرة على السنوال العامة بالها أكتر من عشر سنين دلوقتي كالعادل بنات كده كده مسيطرة ده أكيد بس لسه ما فيه تأكيد كده ومسيطرة في تليجراف ناصر برضو عندنا هنا عادل كبير من البنات موجودين البنات مسيطرة في كل مكانات لتوجهات القيادة العليا مش عايزين نتكلم مع عشان اللايب بعمل مرأة في كل مكان يعني أكيد صحيح يعني تقريبا برضو نسبة النجاح للبنات هتبقى أكتر شوية محتمل كبير أه طيب بكرة تفاصيل المؤتمر الوزير ممكن يفاجئ المصريين مثلا ويقول ان فيه جوائز مالية يكون فيه منح يعني ما هو المنتظر بكرة في المؤتمر الصحفي المؤتمر الصحفي بكرة هيتم إعلام فيه النسبة والنسب النجاح نسب الرطوب وعدد الراطبين ما الذي حصل في الطلاب اللي تحولوا للتحقيق بسبب أعمال مخالفة في الامتحانات ايه نسبة طلاب البنات ولا الولاد بالنسبة فيهم أكبر امامين يوم هيبدأ التظلمات بتاعت السنوية امتى طبعا المؤشرات اللي هيقولها هيقول المؤشرات العامة والمجميع هتبقى بكام شرائح المجميع هتبقى كام وده اللي هيتم بناءا عليه هيتم تحديد المرحلة بلها يتنسي طيب التظلمات هلها برضه هيتم إعلان عنها بكرة؟ اه هيتم التقاعد برضه ان هو هتبدأ امتى يلم المحتمل بس احنا بنتكلم انا اسف لمواطعتك يا مان بس احنا بنتكلم عن نسبة كبيرة جدا من المئوية من النجاح فاعتقدت النسبة للتظلمات ممكن تكون قليلة من زي ما حدث السنة اللي فاتحة ايا ممكن يا الوزارة برضه بتحها للطلاب علشان خاصة التظلمات وفي الوقت بقية الطالب يشوف ورقة ايجابته وورقة الاسئلة يشوف هو عمل ايه والاجابة النموذجية وهو جاوب يعني هو اللي بيطحح المفر ممكن نفرح المصريين مرة تانية ايمان وتعيد علينا كده النسب اللي تم اعلان عنها او تم يعني اه اه تأكيد من خلال تليجراف مصر ومن قبل اه انتي ببعينك المحررة او المسؤول عن قطاع التعليم نفرح المصريين مرة تانية ونطمنهم على النسبة المئوية لكل المواد بالسنة العامة تمام نسبة النجاح العامة السناتي هتبقى 81 و هتبقى كثور 81 في المية وكثور 81 في المية وكثور اللي سمعنا سمعونه صغرون طبعا ان شاء الله يبقى خير يلا الفرح ودمج اعلان على تسع مواد نسبة الاحياء 91 في المية 91 في المية الاحياء تانية مصرين هعيد علي حضراتكم عشان لو الصوت ضعيف اتطمن وما تبقىش قلقان وما تزعلش ولادك اللي بسنوية عامة نسبة النجاح للسنوية العامة كلها 81 في المية ونتكلم في الاحياء كم يا ايمان 91 في المية في الاحياء المواد اللي هي الكيميائية الصعبة وعلم النفس والاجتماع والكيميا والجغرافيا 92 في المية 92 في المية ده احنا نضرب مربع في الشارع ايه الجمال ده لا انا عايز اقول اعلى نسبة نجاح هي كانت في اللغة الاجنبية الثانية 97 و88 في المية ده كده هنسمع النهاردة حاكيم كله يرقص في الشارع النهاردة ان شاء الله نفرح المصرين كلهم واللغة الاجنبية الجولة كانت 66 و25 في المية 96 في المية اه هاي والتاريخ 96 بارتو و42 في المية كم تاني معلش 96 و42 في المية انا عايز اوضح لك حاجة بس واوضح برضو المتابعين تليجراف مصر اتفضل اني بتمعنى اني نسبة النجاح 91 و92 ان المجامع كلها برضو عالية اه اه فيه ناس جايب الحروق لك بالضبط اللي هو الخمسين خمسين بالضبط كده ف بس ناجح ناجح عشان ما بقاش في حالات انضحال كتيرة بس بس بحاجة بكرة الوزيرة هيحدد اللي جابوا 90 قد ايه اللي جابوا 90 قد ايه اللي بيجابوا من 70 ل 80 قد ايه كل ده برضو هيتم تحديده بكرة في المتابع الوزيرة طيب ايه الناس تسأل على الجروب دلوقتي وعاللايف ان اه تم الاعتماد ولا اه خلينا نأكد مرة ثانية انه زميلتنا ايمان فاكري متوقع عن قطاع التعليم بتكلمنا الان وهي بتتابع مع الساد الوزير اه عملية الاعتماد الرسمي وانه زي ما هي قالت دلوقتي خلال دقايق يعني ممكن بعد انتهاء ذاللايف او ربما واحنا مع حضراتنا انا مشكور جدا ومرة ثانية بنقولك يا رب يكون فعونك لانك انت طبعا مصر غلام السنية منك انك تطمين في الناس واتطميني كل المتابع تليجراف على نتيجة السنواء العام شكرا يا تامي شكرا جزيلا اللي كنا ورطينا لازم نعيدها لحضراتكم مرة تانية بنتابع معاكم في تليجراف نظر نسبة النجاح في السنواء العامة 81% نسبة النجاح في حوالي خمس مواد ذا العربي والانجليزي والاحياء والعلم النفس نكلم في 96.5% نسبة النجاح في المواد الاجنبية التانية والفيزياء والحاجات اللي بقية من هزي المواد من 80% ل91% فرحوا ما تقلقوش وما تعملوش مشاكل مع اولادكم السنواء العامة مشاهل الفايصل في كل الحالات اللي انتو بتشوفوها لازم نقول انه كمان تمنح كتير ان عندنا جماعات اهلية عظيمة تم فتحها السنة دي عشان تقلل الهجوم على الجماعات الحكومية والضغط عليها زي ما قلت لحضراتكم النتيجة خلال الدقائق القادمة هيتم اعلانها وهيتم اتصالها هاتفيا من قبل الساد وزير التربية والتعليم بالاوائل عشان نطمي الناس ان شاء الله كلها يرقص وكلها يفرح وكل الناس النهاردة نسمع الزغاريت من البلكونات كل المصريين النهاردة نسمحهم مبروك مبروك والناجح يرفع ايده وبعد دقائق ان شاء الله هنكون معاكم بالاوائل انتظرونا في كل السوشيال ميديا الخاصة بتليجراف مصر اللي عايز يعرف نتيجة السنواء العامة يدخل فورا على تليجراف مصر ويتامعان شغل حضراتكم من صالة التحرير هنكمل خلال الساعات القادمة نتيجة السنواء العامة اللي زي ما قلت لحضراتكم زي مااني بيقول لي كامل لانه واضح انه ممكن يكون في اعلان لنتيجة خلال هذا الوقت مرة تانية بيقول لحضراتكم مبروك 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 السنواء العامة النتيجة بقت 81% نتيجة اجمالية لكل النجاحين في السنواء العامة 96% نتيجة نجاح اللغة العربية والانجليزي والفرنساوي وعلم النفس والكيميا والأحياء وباقي المواد بنتكلم من 81% ل91% مبروك وما تزعلش حد اقعد زعل ابنك اقعد دايق اقعد قوله انت فاشل انت 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 ازاي ما جبتش لأ طب طب وفرح وجهز الفلوس للهدايا وجهز كمان كل الفرحة الجميلة اللي بنقول فيها لكل الناس بعد دقيق هنكمل معاكم ونطبيعكم بنتيجة السنوات العامة شكرا لحضركم ونطبطن في امان الله